تحية لكم ولكل المشاهدين أحمد أعراج الأمين العام لحزب التحالف الوطن الديمقراطي السوري في الحقيقة الوضع السياسي في سوريا بعد مرور أكثر من عشر سنوات وصل لمرحلة معقدة جدا الوكالاء على الأرض شبه انتهت أدوارهم وبدأ الأوصلاء بالتدخل في أشياءنا السورية بالنسبة للاجتماعات الأخيرة التي حصلت بين بوتين وأردوغان في طهران كان الغاية والهدف منه هو لجم التهديدات التركية على الشمال السوري وخاصة تهديدات التركية تجاه منبج وترفعات حيث أن طهران أو إيران معنية بدرجة أولى في هذه المناطق باعتبار أن الجيش متواجد من كوباني على حدود كوباني باتجاه حلب والمناطق الشمالية في حلب حسب قراءتنا للاجتماع أن إيران منعت أي تقدم تركي في هذه المناطق بالمقابل كانت الاستفزازات التركية أيضا في المرحلة الماضية وخلال أيام القليلة الماضية كانت تهدف إلى أيضا الاستفادة من الأوراق التي بين يديها بالأخص ورقة الابتزاز أتوقع بأن الاتفاقات بين الدول الثلاث على حساب الشعب السوري والشمال السوري كانت اتفاقات بين موسكو وأنقرة بالدرجة الأولى نتيجة الحرب التي حصلت بين روسيا وأوكرانيا حيث أن تركيا الآن هو الممر والمنفذ الروسي باتجاه أوروبا وأردوغان سوف يستغل هذه الفرصة لمكاسب اقتصادية داخلية وخارجية كل الابتزازات التركية في الشمال السوري بقت في فشل هناك ضوء أحمر وعدم السماح لأردوغان بالتقدم في شمال والشرق سوريا وكان أيضا الضوء الأحمر الآخر في طهران مقابل مكاسب تجارية واقتصادية بين أنقرة وموسكو بالنسبة للتصريحات الأخيرة التي لمسناها وسمعناها من أنقرة التصريحات هي متقدمة ولم تكن هذه التصريحات سابقا على لسان المسؤولين الأتراك بالتنسيق مع دمشق سياسيا والقضاء على قسد استخباراتيا هذه التصريحات هي مجرد تصريحات إعلامية هي انعكاس لتشدد في الموقف الإيراني بالنسبة للشمال السوري بأن إيران لن تسمح بالتقدم التركي في الشمال تركيا تحاول اللعب على هذه الوتر لكن نحن حسب تحليلنا للواقع على الأرض هذه التصريحات هي سياسية خلابية وأتوقع بأن الحكومة في دمشق لن تتجاوب مع هذه التصريحات بالأخص أن تركيا ما تقوله على العنن هو غير ما تفعله على الأرض خلال الشهر الماضي كانت الأوضاع جدا بالنسبة للمور العسكرية سيئة واستفزازية وكان هناك محاولة جدية من تركيا للتقدم في ريف حلب بالأخص كما ذكرنا في منبيج وترفعت وقامت الحكومة السورية باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة أيضا حلفاء على الأرض إيران وموسكو أيضا عززت من تواجدها وحصل أكثر مما رأى استفزاز بالطيران كان هناك طيران لتركيا في الأجواء في عزاز وترفعت وهذه المناطق بالمقابل موسكو أيضا سيارت الطيران مقابل طيران التركي كل هذا كان قبل وبعد الاجتماع الذي حصل في أطهران أي بالمجمل أن التهديدات الأخيرة ربما فشلت لا تزال إلى الآن هناك تهديدات لكن بالتهديدات بالاجتياح هذه التهديدات قد تم تأجيلها أو فشلت بالنسبة للسوريين وبالأخص الشمال السوري يجب أن نكون على دراية بأن التركيا سوف تستغل أي فرصة للتقدم واحتلال مزيد من الأراضي الفرصة الآن غير مواتية وبالمقابل أيضا الإدارة الذاتية كان لديها مرونة كبيرة في التعامل والتعاطي مع الدول موجودة على الساحة بالأخص في الشمال كانت هناك مرونة لأول مرة بالتنسيق مع الحكومة وانتشار القوات في منبيج والخط الشمالي بالكامل هذه التنسيقات وقبل أيام أيضا مناورات المشتركة بين قسد والجيش السوري كل ذلك رسائل على الأرض تدول على أن هناك اتفاقات عسكرية بين قسد والحكومة المركزية في دمشق مع الجيش السوري وهذه الرسائل هي موجهة بالشكل أو بالدرجة الأولى إلى الجانب التركي أن الحكومة السورية والقوات الموجودة في الشمال والشرق سوريا لن تسمح لتركيا باشتياح هذه المناطق في الشمال كما ذكرت هذا أتى نتيجة المرونة في السياسة والتعاطي بين الإدارة الذاتية ودمشق صحيح أن إلى الآن لا يوجد حل سياسي لكن بالنسبة للخطر الخارج واحتلال المزيد من الأراضي هناك اتفاق وغرفة عمليات مشتركة بين الجانبين نأمل أن يتكلل هذه الاتفاقات بحل سياسي شامل يفضي إلى تشكيل حكومة مركزية يشارك فيها كل القوى الوطنية في الداخل السوري وتكون الإدارة ذاتية أيضا جزء من هذه الحكومة بالنسبة للحل السياسي هناك توقع نقاشات لكن سابقا لم تفضي إلى نتائج نأمل أن تتكلل أيضا بحضور إيجابي للقوى الوطنية الأخرى ليس فقط الإدارة الذاتية والحكومة المركزية أيضا هناك قوى سياسية يجب عليها أن تقوم بالتأثير على الحكومة المركزية وبالمقابل أن يكون هناك تنازلات منها الطرفين من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار الداخلي وبدأ بمؤتمر سوري شامل يفضي إلى حلول سياسية وبالنتيجة ينعكس إيجابا على كامل الشعب السوري باعتبار أن الشعب السوري في الطرفين بالنسبة لمناطق سيطرة الحكومة وأيضا مناطق الإدارة الذاتية هناك معاناة نتيجة الحرب وهناك أيضا معاناة نتيجة الحصار بالنسبة للحصار المفروض على الإدارة من خلال المعابر من خلال الضغط التركي وأيضا هناك حصار مفروض على الحكومة في دمشق من خلال قانون قيصر في حال أي توافق سياسي بين الأطراف الداخلية سوف يفضي بشكل أو بآخر أيضا إلى كسر الحصار على الشعب السوري السياسة التركية نعود إلى سياسة تركية سياسة تركية لن تكل ولا تمل لأن هناك ضغوطات داخلية على الحكومة التركية والنظام التركي هناك ضعف وانشقاقات في حزب الحاكم حزب أردوغان في الداخل التركي وكل ذلك ينعكس بشكل أو بآخر على السياسة الخارجية لتركيا الآن تركيا تستغل الحراك الدولي وخاصة حراك الأمريكي للتواجد الإيراني في سوريا والعراق وخاصة في العراق ونشاهد بأن تركيا تستغل هذا الحراك وتحاول ملء أي فراغ ينجم عن الضغط على إيران التركيز الأخير للدول الغربية في المنطقة هو تجيش دول العربية وإحداث تنسيق بين الدول العربية وإسرائيل ودول منطقة ضد إيران وتركيا سوف تستغل أيضا هذا التجيش بملء الفراغ نشاهد يوميا هناك تدخلات لجانب التركي في العراق باعتبار أن أمريكا هدفها الأول إيران لذلك تستغل تركيا هذه الظروف الإقليمية أيضا بالتدخل في الشان العراقي ولن توفر جهدا في حال حدث ضغط على الوجود الإيراني في سوريا أيضا تركيا سوف تحاول استغلال هذه الضغوطات لإحداث مكاسب لها في الخارج ترجمة نانسي قنقر